افتتح صعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم فعاليات الورشة التدريبية الأولى لمشروع تقييم مساهمة زراعة الأشجار الحضرية في عزل وتخزين الكربون في مملكة البحرين والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وجامعة الخليج العربي وأكد سعادة الوزير أن الورشة تأتي ضمن جهود الحملة الوطنية للتشجير دمت خضراء وفي إطار تنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم وبمتابعة مستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مشيدا بالدور الفاعل لسمو قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في إطار المبادرات والجهود الوطنية التي ترمي إلى حماية البيئة وتوسيع المساحات الخضراء فلابد أن يكون ذلك متوازيا مع النهضة العمرانية والاقتصادية والصناعية التي تشهدها مملكة البحرين وورشة تقييم مساهمة زراعة الأشجار الحضرية في عزل وتخزين الكربون يكون على رأس أولوياتها خلق وعي مجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة ودرء كل ما يهددها وزارة التربية والتعليم سواء من خلال المدارس الحكومية والمدارس الخاصة هي جزء لا يتجزئ من حملة دمت خضراء نتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في تشجير أكبر عدد ممكن من المدارس الحكومية والخاصة نفذنا عدد من المبادرات في هذا الاتجاه وكان التعاون لافت الآن هناك طبعا تطبيق فعلي لنشر ثقافة الوعي بأهمية التشجير والتخضير لدى الطلبة وذلك طبعا سواء من خلال المناهج الدراسية سواء المناهج المكتوبة أو طرق تدريس في نفس الوقت بالنسبة للأنشطة الطلابية التي ينفذها قطاع الخدمات التعليمية مملكة البحرين أمام مشروع بيئي مهم وهو الوصول إلى الحياد الصفري الكربوني للعام 2060 مما يتطلب توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة ضمن مبادرة الحملة الوطنية للتشجير دمت خضراء من الضروري أن نحن نتأكد من الاختيارات التي تتم للأشجار التي تم غرسها في مملكة البحرين أنها لتحق الأثر المرجوء أو لا فبالنسبة للخطة الوطنية للتشجير هناك 18 شجرة وتم تحديدها الدراسة هذه بتقيس كل شجرة وقدرتها على امتصاص الكربون وبترتبها من الأكثر امتصاص إلى الأقل امتصاص وبتنحط هذه المعلومات في اليد الصحيحة التي تتخذ القرار بها أنهما يعدلون من الخيارات أو أنهما يواصلون في الجهد المقائمين فيه لأنه فعلا هذه الأشجار تقوم بالامتصاص المطلوب تهدف هذه الورشة إلى دراسة تأثير الأشجار والشجيرات الحضرية في عزل وتخزين الكربون إلى جانب تحليل وتقييم إمكانات زيادة زراعة الأشجار والشجيرات الحضرية كتدبير للحد من التغيرات المناخية والمحافظة على النظم البيئي الإيكولوجية وتحقيقا للأهداف البيئية المرجوة تقييم مساهمة زراعة الأشجار الحضرية في عزل وتخزين الكربون في مملكة البحرين هو عنوان ورشة تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز القطاع الزراعي وتحقيق الأهداف البيئية التي تلتزم بها مملكة البحرين إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين